أهلا بكم مشاهدين الأفضل إلى هذا البث الحي والمباشر من قناة الشرق نيوز لننقل لكم الندوة الصحفية التي أعقدها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني نتابع نسأل عن نسبة الشباب كما قلت المتعاملينة التشبيب والتجديد نسبة الشباب بالحزب وشها النسبة لها في اللجنة المركزية خصوصا أهلا سؤالي الأول سؤالي الثاني سيد سيداني فيه ناس سابقين للمعانضة داخل الحزب ما زالوا عندهم أمان ويفقوا رسائل إلى وزارة الداخلية بشأن تغيير الأمان العامة هنا فقط نريد توضيح مثل يدتهم السؤال الأخر إضافة لسؤال دير زمين السرقوفي هو ما هي الرؤى الجديدة ربما اللي راح تضيفها أحزاب الموالات اللي تنتمي ربما إلى التشكيل السياسي أو التحالف السياسي الجديد لأقضوا الأمين العام الميادة السيد ويحياء شكرا نسبة الشباب نظر أن وجودها راح تكون مبعد في الطابلور راح تكون مبعد في الطابلور ما هي المركزية وخصوصا؟ نعم هناك ما يتعلق بكلام عن المعارضة نعطيناك عام وثمان شهر أنتم تكلموا عن المعارضة هل مؤخرا؟ نعم مؤخرا المؤتمر نعقد وصادق على قانونه الأساسي واعتمد هل من الناس يتكلموا عنهم؟ إذا يتكلموا كمناظلين عندهم هيئات اللي يجب أن يرغبوا لها إذا يتكلموا كمسولين من أين الشرعية؟ بذلك أنا من طولش كثير على الحديثة على هذا لأن هذا ملف طوية لكن الصحافة تريد أن تحييه ما عليك مش مشكلة لكن نقول باللي كل من يتكلم خارج القيادة هو منتحل الصيفة والمنتحل الصيفة تقدر القيادة ترفع به دعوة نبقى وشغل إحنا يرفعوا بنا الدعوة إحنا إحنا نرفعوا الدعوة لأننا عطينا وقت منها كون في علمكم يدينا بالحوار وفتحنا ذرعتنا خلينا الباب مفتوح هالناس يتكلموا عليهم كون تسوي لي مسؤولي التنظيم يقولوا لك بل يلي باطش تشحهم كانوا مخدمين كون نستنوهم يجوا مجاوش خافوا يجول المؤتمر خافوا يدخلوا في التجمعات لأن يعرفوا المناظمين يردوا عليهم يتكلموا في صحف أرجو اللي من الصحافة أن تحترم هذا الحزب وقياته وهياكله ودنيته ونتخليش الأمور ب الواحد بالراحة بالراحة هذا موضوع قد نجاوبوا عليه وأنا أعافي نفسي من رد عليه فيما يتعلق بالتحالفات والأشياء هذي من بعد نجاوبكم عليها إن شاء الله وموضوع مهم يجب أن تتكلم فيه بصراحة جب التحرير عندها رأي فيه بصراحة تفضلي أبتي سبحانه جميع فرميزة الحمدية قناة حضاء قابل زي أستسعدني فيه سؤالين سؤال أول مدام بنوصر بتحفظ المؤتمر بالنسبة لتشكيلة الجمهة المرتزية القائمة التي تمت وتأخير المؤتمر ما كانت شملة القائمة كاملتان بعض وسائل الإعلام تحتفظني فيه وزارة آخرون فيه إدارات كبيرة في الدولة لو كان ممكن توفينها السؤال الثاني تتم من الأسئلة ومتعاً زماليين حاول إلى قضية استحانف لأسلم من هذا الأمين العالمي فيها سؤالة كثيرة بحث بنا سيحمد في أورة خرجة إعلامية هو تحدث على قضية أنه لا وجودها اللانية لشافيقة الرئيس في قضية خلافة أخير أيضاً بالنسبة للمؤراء أخياتكم يحاول الحقية حيث في جميع المؤتمر في قيادة الحكومة سيحمد يقول بأن الأغلبية ليساً أغلبية الرقمية وأيضاً في حديث وعلى الموزراء الذي ينضموا اللجنة يقول كل الإنسان يخضر في رأي وممكن بعض الموزراء يشوفوا بأن هذه الانتراحة لذلك ينجب لأن الأفادة المهار الأرقم الأساسي يحب أن تعطينا حلقة مسائل السياسي شكراً القائمة التي قرئت في المؤتمر قطلق القائمة التي تقرأ في المؤتمر ديست هي النهائية في طعوم واللجنة التي تعطي القائمة النهائية هذا بالنسبة له بالنسبة لإخوة الوزراء الذين تحققوا كل وزير عنده بطاقته عنده خليده عنده قسمته عنده محافظته وهو المناظل يجي كمناظل وليس كوزين وزارة هي هيئة تنفيذية وهم موجودين في الحكومة في جميع الحال عالم الدول التي سبقتنا في الديمقراطية وزارها ينتمو لأحزان إنها حاير في الغربة حينما ينتمي وزارة لحزن صاحب الأغلبية تطرح أسئلة ثانيا الحق مكفول الحق السياسي مكفول لكل المواطنين بصفاتهم لكل معدى بعض المناصب التي تجمد فيها مثل مجلس الدستوري وغيرها الوزراء هذن هم إخواننا المناظلين والآن رأينا رايحين لبناء الدولة دولة القانون وإن فيها حزب الأغلبية يشكل حكومته رح نقعدوها تحتها رأنا قلنا نزيدهم قلوب للحزب الغالب صاحب الأغلبية يشكل حكومته هذه الحكومة هذه الحكومة قد تكون حكومة اعتلاف شارك فيها أحزاب أخرى لكن أساسها هو الحزب الفائز إذن نحن عندنا الأغلبية أغلبية الوزراء هم ووزرانا الآن هم أعضاف القيادة هذه إضافة لجبلة تحرير الوطن ورأي حين يكونوا إضافة فاعلة ومفيدة للبلد وللحزب اللي هو محافظ لذلك نحن مرحبين بهم بكل إطارات مكان شهر الوزراء القناصلة يمكن يكون السفارة ويمكن يكون المدارة وعندنا أبونا عمون عندنا مدارة مؤسسات عندنا لما ننقر إلى الوزراء كل شرائح الدولة موجودة في هذا الحزب تبقى للقانون قانون أحزاب حقيقتنا في الحكومة تكلمنا عليها مرة أخرى ما فيها نقاش يقول من يقول حقيقتنا في رئاس الحكومة ما فيها نقاش أعلم أجمع حزب الأغلبية ولشكل الحكومة إلا ما وصلنا لهذا معناها راهي الدولة مازلت نقصة ودولة القانون مازلت مش هي إذن رأنا وصل إلىها والآن كم تشاهدوا أن أغلبية الحكومة موجودة في حزب جبهة تحرر الوطني وهذا نعتبره أن الأغلبية راهي أن حزب الأغلبية بشكل حكومته وهذه الحكومة ينتبنى وهم متبنين وهي حكومة جبهة تحرير أولا وأرضا بشكل حكومة جبهة تحرير أغلبية فيما يتعلق بالأغلبية وراء الخلافة وغيرها بعد أن نجوكم عليها نحب ذلك نكملوا أسئلة التي تعلق بالحزب وبالمؤتمر إذا لم يكن لديكم في هذا الجانب نمروا للأسئلة الأخرى فضل أنت لا يزال عندكم فضل سلام عليكم خانتا مرحسين سلام عليكم سيد سعداني بعد نجاح المقتمار كما ربطم تم انتخاب على اللجنة مركزية لكن القانون الأساسي يشفهد عشر سنوات من الميطاني تكون عضو أين سجلنا المجموعة من المترشيين في طوائل متسابقة في انتخابات الأخيرة هم أعضاء من اللجنة مركزية وقد وقع أن يقول في مكتب سياسي القانون ينص على عشر سنوات من الميطاني سؤال الثاني ستجددنا في القطة السابق وطلت تشبيب شعارنا المؤتمر أن هناك سيتضافلنا في سياسي مجموع الشباب السؤال الثالث خلقت محافظات جديدة في الدوايب لتقعيب المناظرين ربما للحزن لكن كيف ستتعاملوا مع الانتخابات السلاح المناظرين مع القوائم في الاستخابات القادمة وطلت تخلق خطنا داخل الفيديات أقصيك المجموعة أبسان المؤتمر مجموعة من القياتيين وراطيين في الحزن ومن ربما ينتبعوا إلى اليوم نشهد خانط حزن جديد جزائر أمين سابق في جمه التحليل الوطني ألت توقعون خانط جمه الجديد ربما نواتي ومنافسي شكرا سيسا شكرا بالنسبة للمكتب السياسي الجديد هو حسب نتائج المؤتمر إذا نتائج المؤتمر فيه تجديد وتشبيد قد يكون هذا الأمر وارد وهو إخضاع المصادقة لتعلى اللجنة المركزية فيما يتعلق بمحافظات اللي أنشأناهم من أجل تقريب الحزب من المناظل هذه المحافظات جابت نتائجها وشهدت أنها كلها شاركت 120 محافظة شاركت في المؤتمر وكان مؤتمر ناجح بفضل هذه المحافظات وخاصة المحافظات التي أنشأناها الجديدة فيما يتعلق بالقوائم ما عندنا مشكلة إحنا عندنا سبع محافظات في الجزائر لكن كنديروا قائمة البرلمان المجلس الشعبي الوطني أو المجلس الولائي أو المجلس البلدي ما عندنا حتى مشكلة عندنا طرقنا في التعامل مع هذه الأشياء تعددية داخل الهياكل ولذلك بالنسبة للسنة الجاية إن شاء الله راح يكون نعمل بهذا لأن عمل هياك راح يكون عمل تقاربي ويكون فيه فرز ويكون فيه عمل سابق لتهيئة الظروف ومعروفة جبهة تحرير الوطني على تياراتها ولكن في الأخير تتقارب وتخرج بنتيجة لتربح جبهة تحرير الوطني فيما يتعلق بالإطارات السابقة كيفية؟ ما قصينا حتى واحدة حتى وليس لم يرى قرار حتى أخذها الأمين العام حتى اللي قصدوا من لجنة تأديب ورغناها وقلنا لهم أروحوا المؤتمر بنتم شاهدين قالو لكم بلي إحنا نقاطعين ودعووا للمقاطعة ظننا منهم أن المؤتمر ما ينجحش وكانوا يحلفوا ويقولوا بلي المؤتمر لا ينعقد بعد عشر أيام يتنحها الأمين العام هذا ليس شيء لأننا بعضهم ينجحوا تجيبوا مالك أجمع فضل بل سهم وقلت ماذا؟ عبر هم لكم نحن ترجمي جريد الحدواء سيد الأمين عام الشيخونا السياسي بالجزائر تعاق وزع لباولة الأحل المعروض أخرى وليس أخذ الحزنة المتتابعين للأحداث عودته ليحذى لبيت المعروض سيدي نطلب لكم حاول أنه ولا تجدد نفسها لا شيء سوى لأن المعارض صغر لعصدر كبير في وسط الرأيي العام الجزائري كيف ستطاعت أن تصل إلى تركيها المهارة ولو بشكل مساعدة؟ شكرا عودته يحيى عودة للأرندي ويحيى أرندي مشفلة وتسألوه إنه إجياء من حقه يرجع في حزبه وحزبه ينتخبه البارح استقال اليوم رجع قضوة يكون مثل نحن إذن هذا السؤال يقدر يجاوب عليها أصحاب الأرندي ونحن كل ما يقوم به حزب الأرندي داخل وداخل صفوفه نحن نحترمه ونعمل به فيما تحلق للمعارضة؟ وين المعارضة؟ في الصحف ولا وين؟ أين هي المعارضة؟ حبينا تكون معارضة بيكون نقاش وطني حول مسائل لتهم البلاد حبينا تكون معارضة بيش تقدم بدائل حبينا تكون معارضة عندها برامج وين المعارضة؟ معارضة رفع شعار واحد؟ لا بدون ما تقدم بدائل عدكم البدائل تعالى المعارضة؟ ما هي البدائل؟ روح ندير انتخابات بعد لنكملوا الانتخابات يطعنوا بالانتخابات هذه هي المعارضة عليها مثل المولاد كما احنا لازم نجدد نفسنا معارضة عليها واجب ان تقدم البدائل ان تقدم النصح وتستنى الانتخابات وتحترم الشرعية هولوند ما عندوش 30% من الشعب الفرنسي اليوم معاه ما رايحوش داروا عليهم انقلاب راهم يستنوا حتى ان تكمل الماندى ان تقعوا باش يدخلوا في انتخابات يمكن ينشحوا ولا مين نشحوش ردوغان عندو 40% 60% فضو راهم مع ترفين بي وعاطينه شكل حكومته وباما ما عندوش الشعبية الكافية ومع ذلك راهم يستنوا حتى تجهي الانتخابات باش يدخل حزب الجمهوري يتقدم باش يدخل ربما ينجح احنا نروح وندير انتخابات ويخرج رئيس بـ 80% ومن بعد يقولوا هاني لا نعاود ونلعقوا احنا مش نلعبه في البوكر معارضة لما تحترمش رأيي الشعب ما تقدرش توصل من هي المعارضة ونروح لكم الآن لاني شايف بلي اسئلتكم بارداحة والحزب نروح لكم لسيخون ايه تفضلوا ناس اللي يتكلموا على رسالة سيقاية نبدأ بالنسميكم لأسمها ونمشو سيبن فليس كنت نعتقد انا شخصيا كامين عام ان اخر شخص يقول كلمة على جبهة تحرير ويبخل جبهة تحرير في رسالة تهنية هو علي بن فليس امين عام للحزب طلع على ظهر الحزب قد المسؤولية باسم الحزب يبخل جبهة تحرير في تهنية انا اقول باسم جبهة تحرير التقي شر من احسنته الي ثم يتكلم بس موش يتكلم تكلم كفرض ما عنديش حق يتكلم عاجبات تحرير موش مناظفة يخرج منها يتكلم كحزب ما زال ما ولدش رفو الماترنيتي اليوم رفو الماترنيتي يمكن يولد اذكر ولا امسا اذا هذا الحزب حتى يكونوا باسم حزب لازموا يحبوا ولازموا يوقف ولازموا يتكلم باش يقدر يقول كلمة في جبهة تحرير نظروا حلسي مقرية تكلم ذاني على الرسالة والرسالة والرسالة والله اقرأت كلش طريقة السياسة بسهب مزيق مقرية السياسة مقرية هو في اليسار هو مع اليمين هو مع الشيوعيين هو مع التروسكيين هو مع الديمقراطيين هو مع الوسطيين راح اطلو البوصلة احنا كحزب معا من نتعامل وانو مشروعه باش نتعامل معاه فايش نقدر نتعامل مع حزب ما عندوش مشروع ولا خارج عن مشروعه حبيتنا عرف مشروع مقري باش نتعامل معاه كانوا اسلاموي كانوا ديمقراطي كانوا وسطي كانوا شمالي يساري فراهو بارتو اني البار وعندو الحق يتكلم على رسالة جات لجبه التحرير الرسالة اللي جات لحماس احنا تكلمنا عليها كان جيهم لإخوان المسلمين تكلمنا عليها كان مجاد جيهم من منظمة الدولية احنا تكلمنا عليها يقدر هو يطاول على جبه التحرير ونروح للويزا وانا مش رايح ليهم هم اللي جاءوا لنا وهدروا علينا الويزا تكلم على الدستور اول من خرق الدستور هو الويزا واخر من يخرق الدستور هو الويزا الويزا حزبها تخارق للدستور حزب في اوي حزب العمال عمال حزبهم والنقابات والدستور يمنع تكوين حزب في اوي ولا عرقي باش تحترم الدستور عليها ترها تصحح تسمية حزبها لولا حاجة ثانية الويزا تكلم على استقلالية المؤسسة العسكري من اللي راح سيجاد الصالح ودار مع اجتماع وخرج دار لكم من دول صحبية مش غياء ما قالتش في اللي تلاقيت مع قيد الاركان وقاللي 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 وقاللو ويا ريت قالبتلكم واش قاللها واش قاللها واش قاللها قاللها الجيش ما يدخلش في السياسة والله العظيم طلبت منه يدخل قاللها الحق الجيش ما يدخلش في السياسة ما حبيش تقوله ما نقوله خرق الدستور ما نقوله خرق الدستور ومادي سياج تعلجيش راهوا دايروا سياج للحزب تاوت جابتك حرير ولا هي راهوا فتشوا السياج اللي راي فيه من نينجا لويزا أعطات الروح أكثر مما يعطيها القانون هي الشرطي هي الدركي هي القاضي وهي ضمير الأمة نهار ليت باسم لنعطوها تكون ضمير الأمة والروحة في صفيان لابد نتكلم لأن هؤلاء الناس جبتوهم كل يوم رأم يتكلموا على جبه التحرير يحسبوا باللي جبه التحرير صمى سيجيلان يصفيان يتكلم على جبه التحرير وعرسا يلها والله تمنيت أنا هذا التلميذ يخلي الكلام الأستاذ انتاعه واسي بوكروها تلميذ يدير انكلاب على المعلم نحوص على حزب صفيان ودرنا هنا في جبه التحرير بلاغ في فائدة الأحزاب وروحنا بارتو ملقي ناجي في أي ركنة من ركن الجزائر حزب صفيان هذا كاشي ومقال بجريدة حزب ويتكلم على جبه التحرير يا رسول الله أنا نقولكم على هذا المخاضل اللي درتو درتو الصحافة ودروا هذين الناس على على رسالة سيجايد هي رسالة جات بعد المؤتمر رسالة تهنئة نحن جبه التحرير الوطني كل ما جات مناسبة إلا ورسلنا رسالة تهنئة لقيادة الأركان وللجيش الوطني الشعبي في كل المناسبات ويردونا في كل المناسبات على التهنئة نتاعها كل ما حققوا عملية عسكرية ناجحة كل ما حمو الحدود كل ما داروا جبه التحرير الوطني تسم من عمل الجيش الوطني الشعبي ويردونا وهي رسالة ما رهيش خرق للدستور كميزة رسالة تعغش وحقت على جبه التحرير كيفاش نجحت في المؤتمر داروها جشها لصقوا فيها الغارقين غارقين هذه الرسالة سي أحمد قيد صالح مشكور عليها من فيها حتى شيء لا دعمة القيادة ولا دخلة الانتخاب ولا حضر الجيش في القبة في الاجتماع المؤتمر وبكري منين كانوا هما اللي يحضروا المؤتمر على ما قلتوا شيء تدخل على ما قلتوا شيء كما يقولوا استقلالية المؤسسة ولما كان المؤتمر مؤتمر المناظلين وما فيه جهة دخلت فيه حبوا يخلقوا مشكلة بش يلسقوا فيها ثم نذكركم من دوم الصحافة من هو اللي نادى بتدخل الجيش بش يدين قلاب على الرئيس احنا ولا هما من هو اللي يطلب التدخل الجيش بش يطبق المادة 88 انقلاب على رئيس الجمهورية هو ما ولا هما قبل ثلاثة شهر واش كانوا يقولوا ما طلبوش سي بن فليس أو سي جيلاني سوفيان وحماس ما طلبوش من الجيش يدخل وجاوبت أنا حماس قلت لهم باللي كذا ترفضوا الانقلاب في مصر وتقبلوه في الجزائر هما الطالب والتدخل الجيش اذن هذه مردودة عليهم وهتي الرسالة ما عندها حتى أثر على الدستور كما يقولون وهي تبين وزيد نقولكم باللي الان ما دام تكلموا كثير على السيد كانوا هذا من الناس قبل هذا الوقت ما يقدرونش يذكروا اسم أي شخص في المؤسسة العسترية اليوم الحمد لله كان ديمقراطية ولكن الديمقراطية لازم تكون واضحة للشعب الجزائري من نهار لي جاء قيد صالح وهذا نقولها كني مسؤولة لكلام كالي موقعش خرق القانون والدستور واحترمت كل المؤسسات المنتخبة وحبست صناعة الرؤساء في جزائر الرئيس يصنع الشعب وسيقيد لما كان الرئيس مريض في فالدقراس كان هو المسؤول الأول على الجيش وكانت الناس تدعي هنا باش تنقالب على الشرعية وهو اللي رفض منقلاب عشرية وبخامعة احترمت بالشعب ما كانوش يطالبوا بالمادة 88 والرئيس في مريض مشاه معاها مسي جيد ما مشاش معاها شد بلاست الرئيس أرشح روحه لازم نسمي لأسياب موسماياتها حتى منغلطو الشعب من اللي جاهز هي جاهز للأركان ما كان حتى انقلاب وما كان حتى تدخل في مؤسسات الدولة ورغم لا موجودين في حزب ولا موجودين في جمعية موجودين في الثكنات وموجودين في الحدود قايمين بالمهمة من تاحب الناس اللي فشلوا في السياسة يحبوا يركبوا أمواج نقولولهم باللي تحبوا دير السياسة أروحوا الجبهة التحرير تكلموا على أمين العام جبهة التحرير سرق ثلاث مئات مليون دولة عرب تكلموا على كل شي من أفضل الجيش إذن أقولكم هذه حجة واهية هذه حجة واهية الناس اللي كانوا يصنعوا في الرعصة ما تكلموش عليهم تكلموا على سيجايد لأن عمرو ما دخل رحو في السياسة نحن نعتز به كمجاهد ونعتز به ثقائي فيما يتعلق بالتحالب إلا حبيدوا نزيدكم نزيدكم مع الناس فيما يتعلق بالتحالب نحن نخرج من المؤتمر المدى منذ 35 من قانون الأساسي تقول بالتحالب نصراحيات اللجنة المركزية راح جي لليجنة المركزية وندرسوا الموضوع هذا لكن نقولكم حاجة أساسية وليس مع الشميع جب التحالب الوطني مرهيش مع تحالف مثل التحالف اللي فات هذا التحالف نقولكم بصراحة أن يسموه تحالف تحالف اللي تكون فيه جب التحرير عربة هذا مرفوض أي تحالف جب التحرير تكون فيه القاطرة هذا الشرط الأول الشرط الثاني كل صراحة تحالف المفهوم السياسي في رأيي يكون حاول تشكيل حكومة يكون عن قضايا في البرلمان يكون في قضايا وطنية مثل لكن ما يطالب بيس أحمد ويحيا في رأيي أن هذا مازال مجشورته الشي اللي جي وقته احنا اللي نخترهاه في جيب التحرير الوطني هو احنا نحبه نديره فرق نارسونال جبهة وطنية واسعة عريضة ما رأينا شخنا أربع من الناس أربع أحزاب نقوله بالليحنا نعاونه الرئيس وحدنا جميع الأحزاب اللي وقفت مع الرئيس تنظم للجبهة الوطنية جميع المنظمات جميع المنظمات اللي انضمت واللي مشات مع برنامج الرئيس تنظم للتحالف جميع التنظيمات والمجتمع المدني الجمعيات تنظم للتحالف وهكذا نديره تحالف لماذا؟ مش ضد الآخرين لا تحالف لمرافقة برنامج الرئيس للسهر على تطبيق برنامج الرئيس ولدعم مواقف الرئيس هذا التحالف تكون في جبهة تحرير وتكون في هليران دي وتكون في الحزاب اللي معنا لكن التحالف بالمفهوم القديم احنا منش موافقنا احنا رح تبقى اذانا مستمعة لإخواننا في اللي رنديهم مشكورين على هذا المقترح وريحين نتلقاوا معهم إن شاء الله مع سيحمد وإخوان أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المكتب الوطن بعدما شكلوا المكتب السياسي والكياد رح يتلقاوا ونتحاوروا ونتنقشوا لكن التحالف رح يكون إن شاء الله بعد الجبهة الوطنية ونحن رح ندعو كل الأحزاب كل الجمعيات كل المنظمات إلى تشكيل جبهة وطنية صامدة أولا دافع الجزائر بالداخل تحمي الجزائر وتعطي رسالة رسالة للشعب الجزائري للآخرين وجمع حول برنامج الرئيس أكبر عدد من المواطنين والمواطنات إذا عندكم أسئل أخرى تفضل أكبر عدد قيادة قوية مادية الأغلبية هي لوكوموتيف ستراحها السياسة فيها أرقام وأرقام السياسة هي في البرلمان وفي المجالس المنتخبة هذه الأرقام اللي عنده ألف اللي عنده تسعمائة جبهات الألف عنده ثمانمائة جبهات تسعمائة ويرعي إذن ما فيش تصادم ونكونوا متفاهمين وسيويح يعرف السياسة وراح نتفاهم حول هذه الموابع لكل شعر فضل يقتل سؤال دولي سيساعديني لشتضر ثاني سؤالي ها لشتضر ثاني سؤالي ثاني سؤالي انت تملي إجاب على لي ها الشتضر ثاني من السؤال ها بجولك هناك حلقة التوريث و هناك تصلحت و يحيح و لقضيت أن الأغلبية ميش أغلبية رغمية هاني الأكد لك بالأغلبية رغمية قضي التوريث دعني أجوك حق الميكروب جنجوك ركي الإنسان يخلق كذب بلجم الناس يجوهوا عليها أين شفتوا التوريث و؟ نحن نتكلمس عن شيء لا موجود نحن نجاوكوش على أسئلة افتراضية كيف نشأل الانتخابات الجائية إن شاء الله تكلموا الانتخابات أنا نحطوا فيكم و لكم الرئيس راح باقي و من يظن الرئيس راح رو غالط أو غن كعذره ران احنا عايز بالأغلبية احنا مساندين الرئيس جالزي بكروه لأنه نقولكم هذي في قاعد زروال نوضوا الحس و ثلث جرائد والأربعة و طيحوا زروال و طيحوا و طيحوا بيتشين و طيحوا آدمي على بال ما زلنا في نفس الفترة أربع جرائد و طيحوا رئيس بكروه اتفطن قالوا ما جمعة باش نطيحوا الرئيس لازمنا عشر الاليب يخرجوا للشارع احنا نقولوا يسيبوا كروه تخرج عشر الاليب يخرجوا عشر ملايين اذا لازمنا لازمنا صحافة مهنية مش تجارية صحافة مرآة صافية ترفلاتي لا رياليتها ما رايش صحافة تشارك في انقلابات تشارك في الزعزع بتاع البلاد حلاش الهجوم على السيجان؟ رسالة تهنئة أخي كنتوا تسمو الاسمع متسموها بمسمياتها كنت تسموها بحركاتها كنتوا تقولوا هكذا اليوم اللي تتطاولوا علىها راجل مجاهد اذا نقول باللي اليوم ما نبقاش هالك سياسة الصحافة تكتب نخلصك مدارع انتوما صحافيين ما كمش مدارع أنا راني جوق في المدارع تاخد موبيل بيبليسيتي تدير مقال يخلصك الكسين تروا عندكم ما عارفوا الكسين منه كان منه كان يخلص تعارفوه اليوم ما بقاش كسين كل جورنال يرفليت إلى رياليتي يقول الحقيقة ويربح ويكسب بعارقه صحافيين ما راهوش تكتب باش توسخ واحد ولا تكتب باش تزعزع نظام باش يعطوك البيبليسيتي خلاص صحافة الفوزير راحت لا بد من التمهين كم احنا حزاب احنا حزاب كنا نصفقه فقط قلنا راح التصفيق توما عندكم في الصحافة راحة صحافة البيبليسيتي لازم تكون صحافة مهنية تعتمهين لازم يتمهن إذن الصحافة لتدير الانقلابات والدير الزعزع فقط انتهت هذه انتهت عهد الترانزيت والراح مناش فيقين لحد الآن رانب دينا في بناء دولة مدنية لما صرحت وقلت لازم ندخل في بناء دولة مدنية والفصل بين السلطات ويخرج المؤسسة العسكرية عن سياسة هذه الصحافة نفسها هي اللي جرمتنا وهي اللي ادانتنا وهي التي واجهتنا واتهمتنا بأننا ضد المؤسسة وضد الامن تالي بلاد وضد واليوم ورها من البلاد على ما تكلموش عليه لذلك اقول صراحة لازم تكون بين الصحافة والاحزاب لماذا احنا نستقبل في كل في كل وسائل الاعلام المرئية والمسموة والمكتوبة وشام يغلقنا مكتبنا على صحيفة يسبونا ونعيطولهم يسبونا ويجونا ونتكلموا معاهم لأن هدفنا هو بنا دولة يحترم فيها الصحافة ما يقول عشي يمشي على رجليه صباطه حافي يحترم فيها السياسي ما يقدرش يديها أغلبية ويزم يصفد يحترم فيها العسكر يكون في مهامه ويترقى تبقى الخدمته يحترم فيها الوزير يكون وزير ويحكم قياته ومكانش واحد يعز فيه راه مسؤول إلا بش تدير له من يعزه نحيله عليها المسؤولية قلنا الكلام هذا من أجل بنا دولة وطنية مدنية كيما بناوا الناس دولهم لمتونا ودرتونا باللي احنا خرجين على الشرعية واحنا خرجين على القانون واحنا نتطاول على الناس أول مؤتمر يندار في جبل التحرير الوطني شفتوش واحد لبس الزيل عسكري شفتوش واحد يدور ثم في القاعة يا أخي كانوا هم يقولوا هذا يجيه هذا ما يجيش هذا نحوه هذا ديروه هذا طلعوه هذا هبطوه لما خرجنا من هذه المرحلة تروحوا ترجعوا للمؤسسة وقت اللي عادت مستقلة وعادت تخدم في مهامها ولياتي بالحدود وتحارف الإرهاد راجعي لها على رسالة تهنية لازم الشعب يعرف هذه الحقائق إحنا كحزب علينا واجب أن نوضح كل الوضوح ما كانش هذه الضبابية في كلامنا لماذا؟ لأننا نهدف إلى بناء صحافة حرة أمام الناس لأدعو وكل مناظري الحزب إلى أن تكون الصحافة حرة كانش من يدخل فيها ما كانش من يدخل في الصحافة وما كانش من يرقب الصحافة وما كانش من يرقب الأحزاب من هو يرقب فيها أنا أذرك؟ غاميري من يرقب فينا في جبل التحرير؟ غاميرنا غاميرنا الوطني هو يرقبنا نفس الشيء بالنسبة للصحافة ونفس الشيء بالنسبة للأحزاب المعارضة نزيد ونقول مرة أخرى رأنا طالبين معارضة قوية على الأقل نلقوا مع من نتقابلهم نلقوا مع من نتقابلهم نتقابل أنا مع واحد عنده غير الكاشي ونجاوب عليه ونقول نعي في روحي ونتعى في روحي أنا نجمع بالعشرات الآلاف وهو ما يجمعش حتى مكتبه مكتبه ساحد منه ثيقة ما نقدرهش نبنو سياسة ب هذا الشكل ما نقدرهش نبنو أحزاب سياسية اللي ترافق الحكومات واللي تعمل على انتخابات واللي تبني دولة لذلك مهمتنا جميعا متكاملة مهمة الحزاب والصحافة صحافة السلطة الرابعة الصحافة بالعالم هي البوصلة هي البوصلة الناس ينوضوا ويقروا الصحافة باش يعرفوا الطريق منين يروح لكن مش ما أقول بأن الطريق هكذا والصحافة تجاه ماشية هكذا وأنا أعني ما أقول لأتهم كل الصحافة كوكتيل ما عاش بدنيش الوطن نلقى الخبر ما عاش بدنيش الخبر نلقى الشرق ما عاش بدنيش الخرق ما الشرق نلقى الحوار ما عاش بدنيش الحوار نلقى المسا وأنا ماشي إذن هذه هي ديمقراطية هنا في الديمقراطية ديمقراطية كبيرة ممكن صحافيين الشباب ما عرفوهاش ما عرفوش احنا مناش حابين صحافة يكون الريدكتور هون شاف واحد اربعة ولا خمس جرائد الريدكتور تحت شاف واحد كنت نور الصباح تقرب اللي جاي تصالح الفوق والساعداني منه الاخرى كيف كيف جاي تصالح منه والاخرى كيف كيف صار ما عرفوش يديروا مقالات هاكوهاك لان الريدكتور هون شاف واحد ما عرفوش ربعة وي واش قلتو نجاوبوكم هدرتو نجاوبوكم نو هدرتو نجاوبوكم كلمتونا بلتو على جبه التحرير الوطني اليوم رانا نجاوبو فيكم الاحزاب هذي الصحافة والاحزاب لازم حوار بينتنا لازم حوار بينتنا تكتب من حقك باش تكتب من حقي باش الرد انت اكتبت وانا قلتلك وانت سمعني كين جاوبك اما تكتب وتروح تغلط الشعب وانا ما نجاوبش رتغل في حزاباتك اذا الصحافة من حقها تكتب واش تحب ولكن من حقنا نردو على ما كوتل وانا ما نش رد دايما ما نردش دايما ولما نرد نحط الحروف النقاط 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 الحروف اذا باش نختموا الجلسة باش نختموا الجلسة اتفضل نحن ستكون صحافة نزيهة وننقل الخبار كما هو ولا يحدد دعويل اول بإمكانك جون يعني السؤال لما يخص القارب الأساسية فيشتري عشر سنوات يشتري عشر سنوات في النضاد وجدنا عضاق للمركزية منتخبين من أحزاب عرق في استحققات أخيرة مثلا اعطيني مثال كائن ما تقولش كائن اعطيني مثال نسي قابل اخوانك يسمعوا فيك سمي لي اسم بركة واربحنا نعطيك حزمه في الجبهة شبكة القراطي عضو لجمال في اللجنة المركزة منهو ما تالك بها طليبا بها طليبا منتخب في المجلس الولاي منتخب في المجلس الولاي في ورق لها اسمعني مليه اسمعني مليه اسمعني مليه لازم نوضح هذين نوضح لكم حاجة لازم نوضح لكم حاجة اخوان باش يكونوا عارفين حزب قبل كانت فيه اقصاءات للمناظلين كان فيه صراع بين المناظلين وكانت القاعدة مهلهل والناس تفرقت في الحزب ومن بعد في الانتخابات وقع مشاكل داخل الحزب فيهم ناس عندهم اغلبية في ولاياتهم وفي بلدياتهم واقسوا لان قدموا عليهم ناس ما وش مناظلين وداروا في بلاياتهم ناس ما راه عندهم ما نجحوش وما نجحوش وراحوا هما وداروا قوائم ونجحوا وثبتوا بللي هما ناجحين وبالتالي بللي هؤلاء كلهم ارجع لهم توجب بللي مناظلين اكثر من عشر سنوات ومناظلين في قواعدهم والان جبت تحرير الوطني رأيتوا نادي بلم الشمل هذا هو يسموه لم الشمل جمع الشمل فضلي اختي فضلي نعم نعم شكرا سيدة الحميلة الآن مرة ثانية السؤالي هو متعلق على ضوء ذكركم لإنشاء بتشكيل جبهة وطنية تحمي الجزائر وفي المقابل الآن لأيضا طالب بالتحالف بمساعدة برنامج جلس الجمهوريان في معلاء قضية التعديل أو الإفراج عن الدستور لما تكون متلناشا لليل يوم هل من مبادلات من طرفكم ربما للإفراج عن هذا المنطق سيد سيداني أم سيضل حبيث الأدراج في ظل الانتظار المعارضة هذا الشيء ممتعون طالبنا هو الإفراج على الدستور طالبنا نحن طالبين معكم إفراج على الدستور دستور من صالحيات الرئيس الجمهورية إحنا عدنا مطلق فقط نطلبه إنتم وإحنا عدنا نطلبه بالليل يفرج عن الدستور لكن أنا رأيك سياسي إن باش يفرج على الدستور لابد من تهيئة أرضية سياسية تكون على مستوى الوطني تجعل هذا الدستور يمر بسلام لأن هذا الدستور يهم الجزائريين والجزائريات ما يهمش الحزاب فقط هذا الدستور هو يبني لدولة الجزائريين والجزائريات هذا الدستور هو وثيقة هو قانون القوانين في الجزائر ما يمكنش يمر بهذا التشنج وهذه العصابية وهذا الاختلاف وهذا عدم الرؤية الواضحة الشعب اليوم مش عارف منه اللي عنده الحق ولو ما عندهش الحق واش قلنا احنا نادينا جميع الأحزاب وقلنا بالطبقة السياسية أرواههم التفق عن هاته الوثيق رئيس الجمهورية أعطى الإذن والذو الأخضر بأن نتفق حول هاته الوثيقة ونقدم اقتراحاتنا لرئيس الجمهورية اللي رح يدبناها لكن للأسف انتم تشاهدوا المعارضة قاطعة الدستور ونحن ننتظر بأن مجموعة ولو مجموعة من هاته المعارضة تعاود تشارك معنا في هذا الدستور في اقتراحات هذا الدستور ولو تعطي ذلك ولو المشاركة انتهتها تكون عن طريق اقتراحات اقتراحات شفاهية او مكتوبة او انها عن شكل ندوات وغيرها فلذلك انا ادعو من خلالكم مرة اخرى جميع الأحزاب بان ناخذ هذا الجانب بعين الاعتبار حتى نفرج عن هذا الدستور الذي سيؤسس ان شاء الله لبناء دولة تكون لصالح كل الجزائرين والجزائريات والسلام عليكم والجلس المباشر